أنا بحب دايما أفكر في شهر رمضان بأنه شهر أنا بتعلم فيه عبادة جديدة أطلع بيها من الشهر الكريم فمثلا فيه ناس كتير قوي بنشوفهم في رمضان بيعملوا وجبات للإطعام بيصلوا السنن بيزودوا طاعة على العبادات اللي هما بيعملوها هل أنا مطلوب مني كمسلمة؟ أنا عارفة طبعا الأركان الخمسة للإسلام لكن هل أنا مطلوب مني كمسلمة تعلم عن الشريعة؟ مثلا تعلم أكتر عن الدين؟ هل دي عبادة مهمة مطلوبة مني؟ معرفة المسلم لأركان دينه ده معرفة لابد عقيدته هذا الكلام لا جدالة فيه ولا مرافقه لا أنا بتكلم عن قراءة كتب هل أنا محتاجة أتعمق أكتر؟ هي هذه النقطة إذن هناك أساسيات وهناك تفاصيل ولتكن منكم أمة هذه الأمة العلماء والمشايخ يعلمون في التفاصيل في التفقق في الدين في المسائل الفقهية في المسائل الخلافية أما العموميات أنا كمسلم لا بد أن أعرف أركان ديني ولا بد أن أعرف عقيدتي أما عن القراءة هذا ليس واجبا على كل مسلم يعني القراءة نحن أمة إقرأ لا بد أن نقرأ ولكن التفاصيل الدينية ليست لكل أحد لأن هناك بعض التفاصيل وبعض الخلافات بين أهل العلم وهذه ربما لا يفهمها عوام الناس وهذا ليس تقليلا أبدا من الأمر ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وانهون عن المنكر هذه الأمة أمة العلماء أما القراءة لا لابد أن نقرأ ونقرأ ومن كان من جعل كتابه معلمه أو شيخه ربما أضل وأضل فلابد أنا ربما أقرأ شيئا لا أفهمه وأعود إلى الشيخ وأعود إلى مثلا إلى الأزهر الشريف أو إلى أدار الفتوى أو اللجنة الرئيسية للفتوى في الجامع الأزهر لابد أن أعود إلى العلماء فيما لا أفهمه أو فيما ليس من اختصاصي سيقوم أقيمة مهمة جدا من قيم رمضان حتى تدبر والتفكر وأعمال العقل يعني هي التفكير هو فريضة إسلامية فريضة إسلامية على كل الناس سواء كانوا عوام أو خاصة أن يفكروا ويدبروا أمرهم نعم أحسن